بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم أحبابي في الله كنتمنى تكونوا لباسوا بخير وعلى خير وأنا الفيديو اليومار عم بدل على الفيديوهات اللي سبقوا اليومار أنا جيت أحبابي في الله نشكركم ونهنيكم ونقولكم بأن القناة ديالي وديالكم وحقت الشرط الأول وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالفضل ديالكم والدعم ديالكم وكنشكركم بزف لأن لو لاكم ما يكونش يغنوصل لتحقيق الشرط الأول وهذا كيزيد يفرحني ومين كنشوف تعليقات ديالكم كنشوف اشتراكات ديالكم كنشوف مشاهدة ديالكم كيطلعوه يعني كيزيد بيا القدام فهمتي يعني بعد مرات كنبغين تراجع ولكن مين كنشوف المتتبعين ديالي كي كيساندوني وكيوقفوا معايا وكي نشروا معايا هذا الخير اللي كان اعتبر أن هذا القناة ماشي ديالي بوحدي كان اعتبرها ديالكم كاملين ديالي وديالكم وهي في نفس الوقت هادفة للخير ماشي في هذا الزمان وربما تكون فيه أزمان آخرى ربما تكون صدقة جارية علي وعليكم وربي يتقبل مني ومنكم وهذا أراه كيف فرحني بزف لأنه هما السبب اللي كان خلوني نستمر المهم هنيئا لي ولكم والناس اللي غايستفدوا من هاد القناة رغم أن في حاليا كين ضعف في المونتاج ضعف في الفيديوهات ولكن هيداك وعونتوني وساعتوني وكنتمنى ربي يتقبل مني ومنكم والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من عمل عملا صالحا وأسأل الله أن يعلمنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا ويتقبل منا يا الله وكيف ما عودتكم أحبابي في الله أن الفيديوهات ديالي هادفة وكنتمنى لكم فيهم الخير في الدنيا والآخرة ولهذا وخال قناة ديالي وديالكم وصلت لحقة الشرط الأول وغد يمزيان بفضل الله سبحانه وتعالى وبالفضل ديالكم ما فعلت شي للدخل لأن القناة ما كتما أنا ما معمت شي قناة للربح المادي القناة بغيتها تكون هادفة للخير وتنفع المجتمع وتنفع الناس ويكون هادا بفضل يعني بالمجهودات ديالي وديالكم يعني بالدعم ديالكم اللي كتعاونوني به وما تكونش الهدف هو الربح المادي لذلك ما فعلت شي للربح المادي وخليتها بحلقة يعني تنفعني وتنفعكم وتنفع أجيال من بعضنا إن شاء الله وبإذن الله والله الموافق لهذا أحبابي في الله أنا باقي محتاج لكم ومحتاج لدعم ديالكم ومنقدرش نستغنى على الدعم ديالكم كنتمنى تزيدوا الدعموني وتزيدوا قدام بهذا القناة اللي كانت طبرة ديالي وديالكم ولكن شي نجاح رمغ يكون شي النجاح ديالي بوحدة يكون نجاح ديالنا كاملين والأجر على الله أيها الإخوة في الله إن المجال لفعل الخير مجال رحب ووسع وكل يبادر بما فتح الله عليه وكل ما أوتي الإنسان العلم فإن ذلك يساعده ويعينه على أن يبادر إلى الخير وأن يستكتر من الأعمال الصالحات فالعلم لا شك أن يفتح هذه الأبواب ويهيئ الإنسان للمبادرة إلى الخيرات والمصارعة إلى الصالحات ولذلك حتى ربنا جل وعلا على هذه المبادرة والمصارعة فقال عز من قائل وسارع إلى مغفرة من ربكم وقال سبحانه وتعالى سابق إلى مغفرة من ربكم وإن المؤمن يدرك أن له أمدا محدودا وأجلا محدودا لبقائه في هذه الحياة الدنيا فهو يستثمرها كما أمر ويبادر بالخيرات وينكف عن الشرور والآتام فالموفق حق التوفيق من يقدم على ربه جل وعلا وقد سطرت في حسناته الأعمال الصالحات التي يبيض وجهه معها يوم يلقى ربه جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى يوم تبيض وجههم وتسود وجههم ثم أخبر عني الجزاء فأما الذين سودت وجههم أو كفرتم بعد أيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون معشر الأحبة الكرام إن لونا من ألوان المتاجرة مع الله هي المتاجرة التي لا يكتفي فيها العبد بالأجور اليسيرة بل إنه يختار الأجور المضاعف لأنه يدرك أنه في تجارة مع الله سبحانه وتعالى وأن الله يضاعف العباده وأن من الأعمال ما له مزية على غيره بكثرة أجوره ودوام أتارها وبقاء أصله الذي يأتي معه الأجر العظيم وفي هذا الصياق نبه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحبيب المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم والله مبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح فدل هذا الحديث على أن الإنسان إنما يكتب له من الأعمال ما كان وقت تكليفه وهو من حين جريان قلم التكليف عليه عندما يبلغ الحلم وذلك بداية التكليف وتحميله المسؤولية حيث إنه إذا عمل العمل الصالح أجره وإذا عمل العمل السيء أؤتم عليه أو أخذ وهذا يحمل المؤمناء على أن يتدبر في أن هذا الوقت الذي كلف فيه ينبغي أن يكون مملوءا بالأعمال الصالحات وأن لا يضيع منه شيئا فيما لا يفيده لأنه سينقطع عمله ليكون الجزاء بعد ذلك في حياة أبدية سرمدية إما في نعيم دائم وإما في عذاب مقيم ولذلك أن المنزلة في الآخر منزلتان إما إلى جنة أو إلى نار وقد يعذب الله من عباده الذين اقترفوا السيئات مع بقائهم على أصل التوحيد أمدا معدودا ثم يؤخذون إلى الجنة لكن المؤمن لا يخاطر في هذا الأمر العظيم بل الواجب عليه أن يكون مبادرا بالأعمال الخيرات والأفعال الصالحات حتى يكون من أهل الجنة معاشر الأحبة الكرام إذا مات الإنسان انقطع عمله وبهذا يدرك الإنسان شرف الوقت وأنه ينبغي أن لا يضيع وأن لا يصرف إلا في الخير لأنه حينئذ سوف يحال بينه وبين الأعمال الصالحة وتأمل أحبابي في الله في تلك الأمنية العزيزة الغالية الكبيرة التي يتمناه الإنسان لحظات مغادرته الحياة الدنيا فإنه إذا عاين الملائكة ملائكة الموت الذين حضروا لقبض روحه فإنه تحضر تلك الأمنية الكبيرة ألا وهي رب يرجعون رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فهو يتمنى الرجعة إلى الدنيا للعمل الصالح يتمنى أن يرجع ليتفرغ ليجعل كل لحظات حياته في الأعمال الصالحة المحضة لا يلتفد إلى الأمور الحياتية إيا أيا كان نوعها مع أنه ولله الحمد من كمال هذا الدين ومن فضل رب العالمين أن المسلم إذا احتسب الأجر فيما يأتي ويدري فإن أعماله الحياتي وما يقتضيه طلب الرزق والذهاب للمعاش فإن هذا مما يؤجر عليه إذا نوى النية الصالحة الطيبة فتأملوا معاشر الأحباب في الله إلى ما ينبغي أن يحتسبه الإنسان من الأجر عند الله في كل ما يأتيه ما يذره من الأمور في هذه الحياة فهو يتقلب حينئذ مع هذه النيا الصالحة من أعمال خيرية طيبة ربنا وربنا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والمقصود أيها الإخوة في الله أن فترة تبقائه في الحياة الدنيا يا عبد الله أنها فترة ينبغي أن تكون مسخرة للأعمال الصالحة لأنك إذا حضر أجلك اسمعوا أحبابي في الله إذا حضر أجلك انقطع عمالك إذا حضر أجلك انقطع عمالك وطويت صفحة صحائفك وحينئذ يكون الجزاء بعدها وحينئذ أيضا في تلك اللحظات لحظات حضور ملك الموت تحضر الأمنيات على نحو ما أخبر الله حتى إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب يرجعون قال رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وهذه أمنية أي واحد حضرته الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن تمت أعمال هي على خارج هذا السنن والقانون وهو أنه يستمر توابها تأمل طوية الصحائف بموت الإنسان لكن تبقى الملائكة تكتب استثناء أعمال محددة والسبب في هذا والجامع في هذه الأعمال أنها امتداد للعمل الصالح الذي ابتدأه الإنسان إبان حياتي والله جل وعلا لا يضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت ولله جل وعلا وهو القائل وما كان الله ليضيع أيمانكم فهذا المؤمن الذي خطط وفكر وتأمل وأراد الأعمال الدائمة فإن الله يقبل صفقته هذه وتجارته ويبقى له هذا العمل يكتب طالما بقي هذا العمل واستمر وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ومن عدله وإحسانه ولذلك كان خير العباد الذين إذا ماتوا لم تزل حسناتهم تترى وتتتابع وهم في قبورهم فهنيئا لمن تبقى حسناته تجري حتى بعد مماته فالمتاجر تحق المتاجر من يحرس أن يبقى أعمالا صالحة مستمرة له بعد مماته وهنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصول هذه الأعمال فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعوه معاشر الأحبة الكرام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى المجال الآخر فقال صدقة جارية أو علم ينتفع به والعلم حينما يطلق يراد به علم الشريعة فإن المؤمن إذا بادر إلى أن يبقى من بعضه علما ينتفع به فلا يزال الأجر حاصلا لو طالما بقي هذا العلم في آل الإسلام وأعظم من نال هذه الفضيلة وبلغ هذه المنزلة الشريفة هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صل على الحبيب المصطفى اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد فإن كل علم من هذه العلوم التي تدل على رب العالمين هو أصولها وعلى يديه تعلمت الأمة ولذلك كان كل عمل صالح وكل خير في الأرض من بعد بعتته عليه الصلاة والسلام فله مثل أجره وهكذا أول من آمن به وصدقه فله مثل هذه الأعمال الصالح وهي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها فإنها لما سبقت إلى هذا الخير وفتحت الباب للناس كان لها مثل أجور كل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ويدلها على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فحري بالمؤمن أن يكون له هذا الأطر ولا يشترط في هذا أن يكون الإنسان متبحرا في العلم بالغا درجة الإجتهاد فأنت يا عبد الله لو علمت أولادك من هذه العلوم التي ينتفعون بها بأن تعلمهم أركان الدين مثل من ربك ما دينك ما نبيك وأن تعلمهم الفاتحة وقصار الصور من القرآن وأن تعلمهم ما يجب عليهم من الآداب ومكارم الأخلاق كل هذا من العلم الذي ينتفع به الذي يأتيك أجره ولذا يلتفت بعض المربين التفاته التفات كريمة إلى الأجور التي يحصلها المعلمون والمربون الذي يبدأون في تعليم الأطفال صورة الفاتحة فإن المسلم لا يستغني عن تعلمها لأنها ركن في الصلاة فأنت يا عبد الله كلما قرأت الفاتحة في صلاتك وصلواتك التي تعملها منذ عقلت فإن أجر تلاوة هذه الصورة وأجر الصلاة يكون لذلك الذي علمك الفاتحة أول مرة فهي تجارة مع الله ينبغي للمؤمنين أن يعرف كيف يبادر إليها أو علم ينتفع به ويدخل في هذا العلم أيضا العلوم التي يحتاجها الناس في أمور حياتهم ومعاشدهم فإن الإنسان الذي يبقي من العلوم الحياتية المعاشية ما ينتفعون به في الطب والتجارة والصناعة والعمارة والطبخ وغيرها فإنه إذا علمها محتسبا الإحسان إلى الناس فإنه يكتب له من الأجر في ذلك بأمر الله وفضله وإحسانه عن أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح الفائد أحبب في الله من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن أبقى لهم بعد موتهم من الأعمال ما لا ينقطع توابه عنهم فهو يدر عليهم من الحسنات ما يخفف عنهم العقوبة أو يرفع لهم الدرجات فحرية بالمؤمن أن يكون حريصا على هذه الأعمال التي لا تنقطع بعد الموت إذ هو أحواج ما يكون بعد الموت إليها وقد جاء في حديث آخر ما بين ما يبين ما في هذا الحديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق بالمؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم علمه ونشره وولد صالح تركه ومصحفا ورته أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نارا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته فالعلم أحببي في الله العلم الذي ينتفع به الإنسان بعد وفاته وما خلفه في كتبه أو علمه لغيره واستفاد الناس من ذلك الكتاب أو التلاميذ الذين علموا هذا العلم لغيرهم والناس في هذا بين مقل ومستكتير وكل يعطي من الأجر على قدر ما خلف وراءه من العلم لهذا أحببي في الله أي واحد يعرف شي حاجه خاصه يعلمه لغير طبخ وممكن تعلم الإنسان آخر طبخه راها علم كتعلم واحد الناس الطبخ وهذا يعلمه والناس آخرين وجيل كيعلم الجيل وهذا حتى وراءه علم مشي بالضبط العلم في الشريعة الإسلامية أي علم كتعلمه وكينفع الناس جيل من وراء الجيل يعني الأجر كيمشي لك انتهي وحتى ممكن تعمل البصمة ديالك في هذا القناة وتتكبر هذا القناة ويكون فيها نفع للناس وأي واحد تنفع بها ممكن الأجر نقتسمه بإذن الله سبحانه وتعالى ونطلب الله يوفقنا جميع ويزيدنا علمان ويعلمنا ويتقبل منا وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى اللهم علمنا وزيدنا علم وتقبل منا يا الله لا تحتقر شيئا من الأعمال فما تدري ما هو العمل الذي قد يكون فيه دخولك للجميع وأسأل الله العظيم أن يوفقنا لمن يحب ويرضى ونكون على قدر المسؤول يوفق الله الجميع لما فيه مصلحة العلم والتعليم وجعلنا وإياكم من أهل العلم ولا تنسوا أحبابي في الدعم سهموا معي أحبابي في نشر الخير بزيارة قناتي وقناتكم الديني الهادفة للخير ومشاهدة ولو مقطع واحد لعلك تنتفع به فننال الأجر معا وأسأل الله أن يفرج همي وأسأل الله أن يتبت الإيمان في قلوبنا ويرزقنا حسن الختام يا رب ويجعل متوانا جميعا جنات النعيم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنة وصفاته العلاء أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتولانا وإياكم في الدارين وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوما نلقاه وأن يبيض وجوهنا وأن يبيض وجوهنا وإياكم بنور الإيمان وأن يتولانا في من تولى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه والتابعين سلام الله عليكم أحبابي في الله اشتركوا في القناة